مرحباً بحربيش فوشهم من خطر الضرب اللي بدربوه البعض فأنا مش عارفة أتعامل معاهم أتعامل معهم إزاي عدم سنتين؟ عدم سنتين وست شهور بطلوا الرضاعة خلاص يعني آه لهم مبطلين من سنة وشهرين أوكي ماشي طبعين يا مدام فات الحقيقة نامية التوينز نعمة من الله سبحانه وتعالى بس لود والأم دي بتبقى بطلة والتوينز والتريبلتس والكوادريبلتس كلهم على قدر إيمان فالتوينز يعني أولاً سن سنتين مش هو السن بتاع إن أنا حسبك على تباول أو مش تباول إحنا قلنا من ثلاث إلى خمس سنوات وأنا أفضل الوصول لخمسة كمان عشان أضمن النضج الكامل لعضلات وفتحات المثانا والجهاز بولي كاملاً ما قبل ذلك ما هو المصرح اللي بعمله التدريب درب يا رب من سنة درب لكن انت حاسب لا إيه الفرق بأن أدرب وأحاسب أدرب يعني يقعد على البوتي يقعد على التويلت شوف اللي انت عايز تعمله أعمله أعمله إغراءات بحاجات معينة لما يأمل ياخد مكافأة معرفش إيه سعب طيوب راحتك فيش مشاكل خالص لكن ما عملش طيلا بعد ما زي أم هاتقول طيلا أعمل البوتي راح عامل أعمل ضربه؟ لا مش من حقك وده هيعمل تعزيز أكتر للمشكلة وحيسبتها أكتر وحيبقى الطفل متعقد أكتر فده المرة واحد قد نلاحظ أن أحد التوينز سبق التاني يعني بدأ برغم أن هما الاتنين توينز وأقد يكونوا متطابقين واحد بدأ يندج أسرع في الحتة دي في حين الآخر نضج في شيء آخر من الطبيعي كمان يا لمية أنه في العش بتاع الكاتاكيت كده بتلاقي كثير من الكاتاكيت وكل صغار الممالك بيحصل بهم شد وجذب ولسه مش عارفين ينسقوا علاقتهم بالآخر ضمن منظومة بيكتشفوا 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 الأشياء بيكتشفوا الأشخاص بيكتشفوا البيئة بيكتشفوا أن هما بيخبطوا كده يأذوا الناس وكده يحسسوا لسه هوا مش عارف أبجديات التعامل الاجتماعي مع الآخرين فهنا دي شغلانة الأم الأم هنا عليها أن هي يعني لو بنتكلم على تعديد سلوك مفيش عقاب متجيش عن طفل سنتين دلوقتي وتقول عقاب طب يميز يا دكتور إزاي ممكن أعمل مكافئات على حاجات أقول برافو أعمل صوت بيحبه أجيب له أكلة بيحبها زي الفيل كده في السرك لما دي له الحصان السكرة عشان يعرف يكرر الموضوع ده لكن تعاقب في رأيي قبل ثلاث سنين حتى فكرة العقاب نفسها قد لا تصل لا ينوبك إنك بتعزل الخناء اللي حصلة بينه ومديه قدامك تكنيكات أخرى التشتيت إن أنا مثلا أبدأ أخليه يتشغل بحاجة تانية في الوقت ده إن أنا ممكن إن أنا أبدأ مثلا أعمل هما الستوريز مش هفهموها قوي دلوقتي لكن ممكن أعمل صونج بطريقة معاناة خلي اتنين كل ما يجب بطل يروحوا بصين لي وقفين واحد يحاول يشارك وبعدين أمسكهم بقى وهم بيرقصوا يقدم بعض نبدأ نلف بطريقة معينة يبدأوا أطفال يتعلموا نوع تاني من العلاقة مش كل العلاقات هتبقى لكن أنا أنا معتبر ده طبيعي يعني إذا كان الرد ده طبيعي ولا مش طبيعي لا ده طبيعي وقد يعلوا في بعض الأطفال وفي التوينز مقدرش أقول إن كلهم كده بس فعلا فيه توينز وغريبة ساعدت يعني فيه دراسات قالت إنه التوينز من نفس السكس نفس الجنس ولاد أو بنات بيبقى عندهم مشاحنات أكتر من الأطفال إنه ولد وبنت توينز ولد وبنت بيبقى فيه حالة من التراحم فيه دراسة أسماتك كده سبحان الله لكن نرجع نقول تاني إنه يعني كل المطلوب من مامة الولاد إن هي ما تبقاش هي كمان لما يعملوا كده تبدأ تعلي صوتها ما تبضلش تزعق لده وتزعق لده وتزعق لده تبصت لأ أصبح كده فيه موقف سابت التلاتة بيشترك وفيه دون أنتدري بشكل إلاء إراضي فالعيال بيبدأ يحصل عندهم نوع من أنواع التعزيم طبعا إنه هي لو في وقت معين بتبقى مشغولة عنهم وهم برضو يعني سنتين ما فيه احنا بنقول بنقول إنه فيش حد مش فاهم يعني هم ما بيبقوا فهمين بحبت حاجات فعارفين إنه الموقف هيخليها تنتبه بالضبط فيعرفوا يديبوها إزاي كل طفل منهم التوينز دول اللي هم أدخل ممكن تدخل لكل طفل ده بيحب أكلات معينة ده بيحب صوت معين ده بيحب تشغله مسلسل معين مش هنقدر في البداية نعمل أكتر من كده لو فهمه ده بقى كويس جدا المسلسل اللي بيحبه ألا الميوزيك اللي بيحبها تقوم تعمل وده معناه إيه؟ هو طبيعي جدا في السنتين الأوليين أو سنتين نص الأوليين بيبقوا لها تحت إشرافي يعني صحيح أنا بقول بعد سنتين تقدر الأم تروح تشتغل بقى ويقدر ودي روح الحضانة هي ما قد تمشي الحضانة ليه؟ برضو ده مهم جدا سنتين أو ست شهور بعد سنتين يالمية بتودي الحضانة في الحالات الطبيعية يعني الآية بتقولها المرضعات عشان كان سألت عن الرضاع والمرضعات يرضعنا أولادهن حوليني كامليني لمن أراد أن يتم الرضاع في الفترة دي ممنوع من عبدتا أنا في رأيي خروج الأم للعمل يعني تقدر بقى هون بيزدك حاجة في البيت كده هو بعد ما تتم المهمة الخطيرة ده هي من أولئك ممنوع تقودي معهم في البيت لو سمحت بقى يشوفي نفسك بقى يبدأ يشتغل مش معناها سبيهم خالص بس هم يبدأوا يروحوا الحضانة ويخشوا في النمو النفسي من خلال الحضانات والتعامل مع المجتمع وانت تبدأي تشوفي نفسك لكن لو تأخر الأولاد بعد سن سنتين عن كده قد تبدأ تحدث شيء من الطاقة السلبية تبدأ بقى إيه عايزين يبدأوا أخونا عايزين خلاص شبعوا أكل شرب شرب شبعوا يلعب مع بعض عايزين يبدأوا يخرجوا المجتمع كأنه نوع من أنواع الثورة الداخلية يلا بقى خرجونا عايزين أن يخش المجتمع فبيبدأوا يمزجوا مع الأطفال كمان ده يلهيهم معنا يلهيهم ويعلموا يمسكوا ببعض لك أنا الفاضيين هيمسكوا ببعض طبيعي طب